طيب اللود بالانسينج هو عبارة عن استكرك استكرك بترافيق عبر ملتبل سيرفر أو في حالةنا لأننا نتحدث عن إنه محسن تنفيذ التعروف تقوم بتحديد التدنيس تحييز throw put and minimize response time يعني فيه ثلاث أهداف رئيسية من استخدام load balancing. أول حاجة optimize resource اللي هو الاستخدام الأمثل للresources maximize throw put عشان نعمل maximize نزود للthrow put and minimize response time أول حاجة هنا اللي هو الزمن اللي زمن الاستجابة زمن الاستجابة أول حاجة نحن نعملها minimize لأنه كل مكان زمن الاستجابة أقل كل مكان أفضل السيستم أفضل هذا معروف minimize response time maximize throw put إيش اللي throw put اللي هي عبارة عن يعني قديش successfully transaction has been done pair one hour or pair one pair one second or pair one minute أو على حسب يعني مثلا خلينا نعطيكم مثال عشان نبينكم إيش معنا لثروبوت وليش إحنا بدنا يكون maximum ثروبوت افترض إنه عندنا افترضوا إنه عندنا مثلا افترض إنه عندنا مثلا شارع هذا الشارع مثلا هذا الشارع هذا الشارع مثلا مصمم هو مصمم المفروض إنه يستوعب ميت سيارة. يمشوا في ميت سيارة. تمام? موظوظ يمشوا في ميت سيارة في فير اوار. طيب هذا الشارع مثلا يقول لك انه بيستوعب يعني مصمم انه ياخذ ميت سيارة. يعدي ميت سيارة من النقطة هادي. اي. للنقطة بي. مصمم انه يعدي. يستوعب ميت سيارة في الساعة. هذه هذه معلومة بنسميها الباندولث او النطاق. تمام? الحين. ايش الاثروبوت? الان في اه وقت معين او مثلا عملو ميجرمنت او قاسو او شافو اه ام قديش عدد السيارات الفعلي اللي بمر من النقطة اي للنقطة بي. لقوه مسلا سبعين سيارة في الساعة. فهذا بنسميه الثروبوت يعني اللي هو الاكتشوال الاكتشوال اللي ترافيك. اللي ترافيك الفعلي او الرقم السيارات الفعلي اللي 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 مشي او اللي ام طلق من اي لا بي سبعين. فبالتالي احنا احنا في هذه الحالة بنقول انه لثروبوت تبعت هذا الشارع لثروبوت عبارة عن سبعين في المية. عبارة عن سبعين في المية. طبعا مش دايما في الريال كيس او الريال امبليمنتيشن الباندوث مش يعني ما بتحقق الباندوث بتحقق او بنجيس احنا الثروبوت لانه في الوضع في السيناريوهات العادية انه ممكن يكون فيه ممكن في يعنى ازدحام في ازدحام في الشارع في ازدحام في الترافيك في مشكلة صارت وبالتالي انه مش دايما بتكون او هذا لا يعتبر انه هذا مقياس للبرفورمانس تبع الشارع هذا تمام يعني الترافيك الفعلي اللي بعدي من النقطة هذا او تم ارساله من النقطة ايه للنقطة بيه تمام هذا على صعيد على صعيد اذا بنتكلم على صعيد النتوركين طبعا الروبوت هادي الاتروبوت مش بس في النتوركين الروبوت في اي سيستم ممكن ينجيسه مثلا اذا احنا عملنا مثال كداتابيز سيرفر داتابيز سيرفر منقول احنا الاتروبوت تبعته الاتروبوت تبعته قديش عدد الترانز اكشن او الانكويري اللي احنا ممكن نحصل عليها ناخدها نعملها كومبليت يعني انه احنا نرسلها ونستقبل نرسلها ونستقبل الروبوت تبعتها يعني هاد الانكويري هادي تمت بنجاح كم عدد الانكويري او كم عدد الترانز اكشن اللي تمت بنجاح من خلال الداتابيز هادي في الساعة او في المنت او في الثانية او في الثانية على حسب مش مهم يعني ايش في الساعة ولا في اليوم ولكن مهم المفهوم نفسه فهدي نسميها فكل مكان كل ما زادت عدد الترانز اكشن يعني كل ما زادت كل مكان السيستم احسن وافضل فاحنا برضو لوت بلانسنج نستخدمها عشان انحسن اداء السيستم في حسب الروبوت من ناحية الروبوت ومن ناحية الروبوت طيب اللوت بلانسنج هاده نقول احنا ايش بيوزع الترافيك على السيربرز او على البرشيات عشان نحسن اداء ونقلل الريسبونس تايم ونزود الروبوت الان لوت بلانسنج الروبوت في ثلاث خوارزميات رئيسية تستخدم في استخدمها لوت بلانسنج او تطبق لوت بلانسنج اول حاجة ليست كونيكشن او الخوارزميه ليست كونيكشن هاده اللوت بلانسر اللي بيتبع ليست كونيكشن دايريكتس ترافيك تذايريكتس ترافيك تذايريش والماشين ودف يوست اكتف كونيكشن سوطابل فور لونج لايف كونيكشن يعني هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل النوع الاول اللي هو الليست كونيكشن الليست كونيكشن يعني انه احنا السيربر في عنده اقل عدد من الكنيكشن الآن الاكتف كونيكشن يعني كأنه مثلا قوللك انه في عنده سيرفر هذا السيرفر في عنده مثلا خمسين اكتف كونيكشنش خمسين اكتف كونيكشنش في عندنا سيربر تاني في مثلا سيربر تاني في مثلا ميت اكتف كونيكشن الان اذا في نيو ركوست أجع على أحد السيرفرات على الـ Load Balancer هناك هناك Load Balancer ومشبوك مع هؤلاء السيرفرات الآن إذا الـ Load Balancer أجع له ريكوست جديد بناءً على الخوارزمية هذا أو بناءً على الـ Policy هذه Least Connection من أقل Active Connections موجود موجود السيرفر 1 لذلك سيقوم بإمكانك الناس إلى السيرفر 1 كما أنه لديه الـ Least Active Connections ما هو الفائدة من هذا أو ما هو استخدام هذا النوع من الـ Load Balancer؟ هذا يستخدام هذا يستخدام في العادة للـ Connections التي يستمر فترات طويلة يعني كيف؟ مثلاً عندما نعمل نحن Video Streaming نتفرج على الفيديو أو نتفرج على نعمل مثلاً Video Call أو مثلاً Voice Over IP الـ Connections التي يستمر فترة طويلة ليس مثلاً مثلاً أنه إحنا مثلاً send a request مثلاً طلبت أنا موقع وسلمت الموقع وخلص وخلص وانتهى الـ Connection عند هذا لا لا هذا يستخدام في الـ Long Life Connection الـ Connections التي يستمر فترات طويلة 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 مثلاً فيديو سريمين سيرفززز، مثلاً Voice Over IP مثلاً مثلاً الـ Database Servers where connections stay open for long period. لما الكون فيها مستمر لفترة طويلة فمنستخدم الىهوى يستخدم الىهوى طبعا حينما منتكلم الميسا عن ديفيديو سريميك امسان دفعدي مع المثال يعني منصة النيتفلكس أعتقد ستسمع عنها منصة النيتفليكس هذي استخدم هذا الالغوريتي لتحضر السيرفر لتحضر السيرفر لتحضر السيرفر عندما نقوم بعمل ستريميج للموفي ستريميج موفي معناته أنه نطلب الفيديو بس بسموها لتحضر السيرفر طبعا كل سيرفر عندما نتحدث عن السيرفر أو السيرفر الآن كل سيرفر في عدد معين من الهو الكنيكشن حاليا أنا بطلب فيديو موجود في السيرفر هذا هذا معنى هو الكنيكشن حاليا أنه في يوزر يستخدم هذا السيرفر الوووشنج هو الفيديو معين موجود في هذا السيرفر طبعا عندما نتحدث عن السيرفرات أو ما نتحدث عن الهو الوضع ليس الوضع عادي يكون الوضع مواصفات مخصصة أنه يعمل الفيديو ستريميج وبالتالي أنه الكنيكشن تبعته أو الكنيكشن تبعته يكون عنده ملتيب الكنيكشن في أكثر من الكنيكشن ممكن أنه يعمل سيرفنج للفيديو ويقدم الخدمات من خلال هذه السيرفر فأقول لك السيرفر أين نصلنا؟ عندما يبدأ الفيديو سيرفنج للفيديو السيرفر يتحركه وخصوصا لما نتحدث عن مسافة أو متحدث عن وقت كبير سيظلوا الكنيكشن شغال فيه فهي أحد اللي هو الخبرزميات ليست ليست يستخدم أحد الكيس أو الكيس مستخدمة فيها أو مثال اللي هي نتفلكس طيب النوع الثاني من الخبرزميات الخبرزميات أو policies اللي هو least response time أقل وقت ممكن هذا يعني كأنه لدينا سيرفرات اللوت بلانسر بودي اللوت بلانسر بودي الريكوست اللوت بلانسر بودي الريكوست للسيرفر اللي بيعطيلك أقصر أقصر وقت استجابة least response time يستجيئي بسرعة هذا من اسمها يعني هذه ideal for real applications like online shopping platforms or financial trading system لما نتكلم عن الأمور المالية وأنه إحنا بدنا نأخذ response time وقت قصير لأنه سوق المال والاقتصاد فبتغير كل ثانية بتغير فأنا لما بدأ أعمل inquiry أو بدأ أعمل أكسز على سيرفر عشان أعرف أسعار عملة معين أو أسعار أسهم معينة لازم أستطيع أن لازم أخذ استجابة خورية أو استجابة بسرعة The speed of response directly impacts the user satisfaction and performance يعني الresponse سرعة الresponse بتأثر على الوزر أثر على performance سبع السystem هذا اسمه هذا نوع التاني هو least response time an e-commerce platform like Amazon routes user request استخدم هذا نوع من load balancer least response time لما بدأ عمل إعلاء من المسؤول السائل أو المسؤول المشيئ التي ترس جيدت طويلة يشغل أن المسؤول إجراء قرية السائل العمومة ونحسس لو mات الخروج الم 400 في بعض مرات في بعض أوقات ما تحسل أن المسؤول أن انه يحصل على المعلومة يحصل على سعر يحصل على قائمة اللي هو بدور عليها في وقت سريع خاصة لما يكون فيه عندنا سيلز ده عندهم مثلا فيه حاجة يسموها البلاك فرايديز البلاك فرايديز هذة هي جمعة السوداء يعني هذ بيعملوا يوم جمعة مثلا بيعملوا سيل لكتير منتجات فبالتالي الناس بيكونوا بس مستنين هذا التاريخ هذا الوقت معين فنحن بدنا نعمل آكز على هذه السيرفر نعمل شوبينج على هذه المنتجات فبكون فيه ضغط كبير على السيرفر فبالتالي انه محتاجين انه يكون فيه عندنا لود برانسر بيعطي بوزع الترافيك على السيرفر اللي بيعطي أقصى سرعة وأقصى استجازة النوع الثالث اللي هو اسمه Adaptive Load Balancing يعني Adaptive اللي هو Adaptive اللي هو بتماشى مع حسب 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 الظروف Adaptive Load Balancing هذا ايش هو Dynamically Adjust Distribution Based on Real Performance Metrics هذا Performance أو هذا Load Balancing بوزع الترافيك مش مش بشكل ثابت يعني مثلا هذا بيقولك ثابت أنا عندي بيديه لأي واحد بيديه لأي واحد بيديه لأقصى Metrics هو البرامتر مثل البرامتر مثل البرامتر هناك بيديه لأي واحد حسب هذه البرامتر في الوقت الحالي أغير أنا مثلا مرات مثلا هذا Load Balancing نعتبر هذا Load Balancing في عنا مثلا السيرفر هذا سيرفر هذا في عنا ثلاث سيرفر مثلا في الوقت الحالي أنا شايف أنه Any Any New Coming Traffic بوديها على مين بوديها على السيرفر الأول في الوقت الحالي أنا شايف أنه الأفضل أنسب هذا لأنه الآن هذا فاضي الآن أو هذا الآن حسب الهول metric التي أنا أحددها مثلا مثلا CPU Load البروستور تبع هذا الآن يشغل أقصى درجة في مجال أنه يشتغل أكثر أعطي له الريكوست هذا أو مثلا حسب الميموري يوسيج بيناء على الميموري يوسيج أنا أحدد أنه هذا الذاكرة هذا الميموري ممكن في إمكانية أنه نشغلها أكتر فتشتغل أو حسب مثلا اللي تنسي حسب التأخير فالفكرة أنه في عندنا متريكس بقيسها كل مرة ممكن تتغير فبقيس هاي المتريكس سواء كانت المتريكس هاي ك CPU Load أو Memory Usage أو لتنسي حسب المتريكس هذي أنا بحدد لمين أعطي الترافيك القادم تمام هذا النوع من Load Balancer يستخدم أو Best for Dynamic Environment البيئة اللي بتكون متغيرة Like Cloud Hosted Web Applications زي Web Application أو Data Intensive Applications Data Intensive Applications يعني التطبيقات اللي تعمل Generate للData بشكل كبير نحتاجين إنه نعمل Processing للData بشكل كبير والData بتكون دائما في تغير و نعملها بشكل كبير كيف مثلا يعني مثلا نحن نحن نقيس درجات الحرارة كيف نحن 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 مثلا السنسورز موزعين بشكل السنسورز موزعين في مناطق جغرافية معينة هذه السنسورز بتقيس كل دقيقة مثلا بناخد منها البيانات هذه السنسورز كل دقيقة بتعطي بيانات أو مثلا كل خمس دقائق بتعطي بيانات كل خمس دقائق بتعطي بيانات ممكن نكون مختلفة أو نفس البيانات ولكن كل مرة كل خمس دقائق باستقبل داتا من ثلاثة من السنسورز بيانات في هذه موزعين وبالتالي أنا بستقبل بيانات كثير فهذه البيانات لما استقبلها لازم عملها بروسسينج أنا مش باستقبل البيانات وخلص بخزينها وخلص لما أخزينها بدأ عملها بروسسينج فهذه النوع من البيانات بيسموه داتا انتنسيف أستقبل منه بيانات بشكل كبير بشكل متغير متغير مش معناته انه مثلا درجة الحرارة هنا مثلا كانت أربعين وإذا بعد خمس دقائق صارت بعد خمس دقائق أرسلت برته أربعين معناته انه لا هذا مش متغير المقصود انه البيانات بترسل بشكل دائم يعني بشكل مستمر كونتيني وصلي فهذه يسموها داتا انتنسيف أبليكيشنز هذه البرفورمانس تبع الأجهزة أو تبع السيرفرز بتغير بشكل دائم يعني بشكل مستمر فنحن طبعا هذه البيانات بيانات هذه خليني على مثال السينسور اللي هو الدياتا هذي نستقبلها نستقبل الدياتا ونشوف مثلا كنا نعمل نحن 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 نتنبأ بدرجة الحرارة مثلا بكرة درجة الحرارة بعد يومين بعد ثلاثة بعد أسبوع عشان أنا أتنبأ بدرجة الحرارة هذه بدأ أجمع أول إليش البيانات البيانات هذه اللي أنا أخدها من السينسور بأجمعها فأعمل عليها بروسسينج باستخدام الماشين ليرنينج موديلز فيها لنعمل لإيش رح تكون درجة الحرارة بعد يومين بعد ثلاثة أيام طبعا ممكن نكون فينا معلومات تانية ممكن نستنتجها من هذه درجة الحرارة ممكن معلومات تانية ناخدها من السينسور غير درجة الحرارة معدل الرضوبة مثلا سوعة الرياح مثلا حاجة زي هك فهذه نعملها بروسسينج باستخدام الماشين ليرنينج موديلز أو الاناليتيك بلاتفور فهذه تتغير ظروف السيرفر هذا تغير مثلا كل فترة أو كل وقت تغير ممكن يكون الستخدام عالي الآن بعد فترة الستخدام يكون أقل فبالتالي يكون مناسب أني أعطيق داتا يعملها بروسسينج أو أعطيق لترافك أو لها بروسسينج هذه فهذا تغير كل فترة هذه إسموها أو اللوت بلانسر اللي باعتمد على الريال تايم بيرفورمانس متريكس يسميه أدابتف لوت بلانسينج الـ AWS يستخدم الريال بلانسر لتايم مودي ترافك باستخدام الريال تايم بيرفورمانس متريكس هذا بردو الـ AWS يستخدموها لما يعملوا هذا النوع من اللوت بلانسر إذا مودي تظهر مودي بلانسر بلانسر مماري بلانسر الوانسر ستركي الريقس إلى الريال بلانسر 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 متريكس بلانسر 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 VM virtual machine is overloaded تمام هذه الأنواع تبعت الـ load التساع التمدد أو الاتساع فلما نقول autoscaling يعني القدرة تكون automatically scaling autoscaling autoscaling هي برعا automatically adjusts the number of active instances طبعا نحن نقول instance ما نقول هو server أو virtual machine version or containers based on workload metrics like CPU utilization memory usage أو custom defined threshold load يعني نحن system تبعنا ممكن يزيد السيرفر عدد السيرفر يزيده عدد الـ instances يزيد بناء على بعض المتريكس يعني مثلا في الأول احنا عنا سيرفر واحد بعد فترة زاد اللي ترافك عليه أو زاد number of requests زاد عليه أو number of access for this server increased احنا ممكن نعمل metric ممكن نعمل زي metric مش عارب اش هي بالعرب metric انه يعني نعمل metric مثلا نقول انه احنا هذي المتريك هذا مثلا بنراقب CPU utilization اذا CPU utilization معناته انه استخدام CPU اذا CPU utilization صار فوق مثلا الثمانين في المية معناته انه صار عالي معناته انه صار في processing كتير عنا اذا صار اكتر من اذا صار اكتر من 80% معناته انه احنا محتاجين نزود كمان واحد لانه معناته هذا يعني كإنديكاتور انه في عنا اكسيس اكسيس او 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 هذه ماشين فبالتالي احنا محتاجين كمان سيرفر عن عدد عن اش معين مثلا صار اقل من 30% انا محتاج لتلات انا نزل اثنين هاللي بس سيرفر واحد فهي مثلا scale up و scale down او ممكن على حسب custom define three shots ممكن حسب انت تحدده تحدده مثلا كيف مثلا انه اذا زاد عدد ال يوزر اللي عملوا اكسيس على على عملوا اكسيس عدد اليوزر يزيدوا مثلا عن عدد معين عملوا اكسيس على سيرفيس انت تقدمها في ال في ال في ال ووبسايت عدد اليوزر زاد عن مثلا زاد عن 500 يوزر عملوا اكسيس على هذه الخدمة انت ممكن تزود السيرفر يعني في كتير براميز حسب نوع انت تعمله ف there are two kinds of scalability هناك نوع من scalability لدينا vertical scalability او horizontal scalability انا قلنا scalability معناته زيادة او اتساع تمام في اتساع او او في vertical و horizontal horizontal ايش vertical و ايش horizontal vertical scalability means increasing the size of the instance معناته انه احنا بدنا نزود مواصفات الجهاز بدأ ما يكون مواصفات بدنا نشغل على جهاز صغير نشتغل على جهاز كبير نزود الرام نزود cpu نزود hard disk نزود ال مواصفات الجهاز مواصفات الجهاز هذا نعليها نخليه أسرع نزود عدد البروستور نزود عدد الرام نكبر السيربر طيب هذا عبارة عن vertical scaling اما scaling up نزود عدد هذا أو scaling down حسننا مواصفات يعني scaling up scaling down معناته طلل المواصفات adjust the resource for example cpu or ram for an individual virtual machine without changing the number of instances بدون نغير عدد العدد العدد لنزود قوة الجهاز تمام طبعا there is a limit to how much you can vertically scale hardware limit طبعا انت متبط ب limit معين تستطيع تستطيع مواصفات الجهاز الى نهاية تصل لمرحل انه المواصفات او الهارد وير الهارد نفسها اللي عندك اقصى حد الها هيك تستطيع اكتر من هيك slots الخاصة بالرمات خلصت مثلا او المواصفات نفسها تستوعبش اكتر من هذا العدد من cpu بقول vertical scalability is very common for non distributed vertical scalability common في systems اللي ممكن ما تكون مواطزعة زي ايش زي database ولكن في distributed systems يعني هي الـ الـ انه نعمل horizontal نزود العدد vertical scalability مش هيفيدنا في distributed systems طيب النور الثاني horizontal scalability نزود عدد السيرفر بدلا من نكون عنا واحد نزود عدد السيرفر او الـ operators horizontal scalability means increasing the number of instances or systems for an application horizontal scalability or scaling ما ممكن نقول scaling out or scaling in يعني هذي scaling up scaling down horizontal scaling scaling out or scaling in as or remove instances to handle varying loads common in to handling varying loads طيب هذي common في cloud environment ببيئة cloud common نستخدم اللي هي horizontal scaling horizontal scaling implies distributed system طبعا نزود العدد معنا أنه في systems distributed توزع التوزع على أكتر من hardware this is very common for web applications أو modern applications there are two kinds of scalability actually مش two kinds حسب هل هو صح بحث نتكلم عن هاي ال two kinds of scalability اللي هي scale up and scale down طيب هذا كمثال يعني معطيك إنه elastic base configuration يفرض أننا لدينا 2 servers server 1 server 2 تمام لدينا load balancing لدينا server لدينا load balancing لكي نوزع الحمل لكي نقول لدينا load balancer مرتبط بال scalability أو auto scaling حسنا إذا نفعل horizontal scaling يعني أنني أزود عدد المنزل بدلا من 2 أصبح ثلاثة ما أسميها scale out أعمل launch instance launch instance يعني أعمل server جديد أعمل scale out scale in أقل العدد من هذه أعمل terminate instances و delete servers terminate servers في vertical scaling لدينا scale up مثلا لدينا server صغير كان استخدمين server with size small size لما نعمل scale up بزود specification أو scale down بقى specification な have options TO scale up log ability to scale ability الأسئلة الأولة تكون مجدولة مسبقاً هذا يقول لك جيدة لجميع العملية تقريبية تقريباً على وقت وقت يعني مثلاً كيف يقول لك أنه في هذا الوقت في هذا الوقت أعمال اللي زود لعدد السيرفر من الساعة كذا للساعة كذا زود عدد السيرفر مثلاً ترينج أوف أو قادل العدد السيرفر من الساعة كذا للساعة كذا يعني مثلاً في ناس بقول لك في مكان معين مثلاً أنهم ساعات الذروة ساعات الذروة مثلاً تبدأ من الساعة عشرة صباحاً للساعة 12 المساء من الساعة واحدة للساعة 9 في الساعة لا يوجد مستخدمين يكونوا في دنيا ليل مثلاً أو يكونوا في شغلهم أو يكونوا في لأي ظرف في هذا الوقت لا يوجد مستخدمين فأنا لماذا أشغل مثلاً خمسة سيرفر؟ لماذا أشغل خمسة سيرفر؟ أكفي في هذا الوقت من الساعة واحدة للساعة 9 لكفيني مثلاً اثنين سيرفر؟ وبعد الساعة 10 أزود من اثنين لخمسة سيرفر؟ يكونوا شغلين فهذه هذه هذا العملية اسمها أو 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 يعني عارفين إنه إينا من الساعة كذا لساعة كذا بدنا نعمل نزود على السيرفر أو نقصهم وأن Deinemical Scalability تغير المرحل حسب الظرف أو حسب الإعلام أو عدد المستخدم الكثير المنظMable التنبق فيها من تغيير حسب التغيير المرحل نقلل عدد العدد يعني مثلاً بيقول له مثلاً إذا إحنا عدد الـ CPU أو الـ CPU usage زاد أكتر من 40% مثلاً الـ CPU utilization زاد أكتر من 40% زود لعدد السيربرز إذا مثلاً قل عن 20% نقص عدد السيربرز في أي وقت كان سواء في الليل أو الصبح أو في أي وقت أنا أعتمد على الـ CPU utilization scaling based on CPU utilization هل بسموها dynamic scaling في نوع الثالث أو الـ option الثالث اللي هو الـ predictive predictive good for predicted demand أنا أتوقع أنا أتوقع أنه عدد الـ users مثلاً في مناسبات معينة مثلاً في العيد أو في مناسبات معينة أنه عدد الـ users أو المشترين أو في موسم المدارس أو موسم الأعياد أنه عدد المشترين أو عدد الـ customers يزيد أو مثلاً بناءاً على معلومات مسبقة أنا عندي بناءاً على معلومات مسبقة أنا عندي الـ historical data اللي أنا موجودة عندي على حسب اللي أنا جمعتها مثلاً من الـ customers بناءاً عليها أنا أتوقع أنه في التاريخ معين أو مثلاً في الفترة الجاية يكون مثلاً على المنتجات مثلاً اللي في السيرفرز السيرفرز اللي موجودة مثلاً في آسيا السيرفرز موجودة مثلاً في آسيا رح يكون في عنده زيادة في الـ access في هذه الفترة السيرفرات اللي مثلاً موجودة في الـ Middle East رح يكون في عليها access عليها طلب لأنه بناءاً على معلومات أنا سابقة أنا كنت حسب الـ customers اللي عندي معلومات سابقة بناءاً على موديلز أنا بكون باستخدمها طبعاً الشركات الكبرى ما كيف باستخدموه مثلاً بكون هو الـ Ruby في عنده data وبي عنده معلومات على الزباين وعلى الـ customers وعلى الـ customers behaviors وسلوكهم بكون جمعها مثلاً في data warehouse بعملها تحليل لهذه البيانات باستخدام machine learning بكون بتنبأ مثلاً في هذا الوقت في هذا الـ في هذا الوقت سيكون في عندنا مثلاً زيادة في عدد الـ customers نقطان في عدد الـ customers سيرفرات معين سيكون عليها عليها access بناءاً على معلومات مصبقة هذا يسموها Predictive Predictive Policy مثلاً أو options بناءاً على تنبأ معين تمام، طيب نحن أحن نحن 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 مسلاً عندك Manual scaling Manual options أو ياما تعملو مانيوال ياما داينميك سكيلينج داينميك سكيلينج بناء على سكيلينج او تارجت تراكينج سكيلينج او مسلا سكيجولد سكيلينج هذا تحت الدرج تحت داينميك سكيلينج تمام اللي هو احنا احنا قولنا سكيلينج ماناته انه انا في عندي نقطة معينة مثلا سكيلينج لو عندنا مصطرة من صفر لا مية انا مسلا مقول سكيلينج ماناته انه اذا السكيلينج تبع السي بي وصل نقطة معينة انا بيكون محددتها مسبقا نقطة معينة هذه نقطة ثريشود إذا تجاوز الـ Usage تجاوز هذه النقطة ثريشود فأنا فعل وإذا نقص عن ثريشود معينة نقطة معينة إذا نقص عنها أنا أقل عدد العدد هذه معنات هذه الثريشود تارجيت تراكينج سكيلينج أريد عدد الـ Auto Scaling الـ Auto Scaling الـ CPU لتجاوز 40% يعني مثلا أنا عندي عدد نفس الفكرة ولكن مثلا عندي عندي بروسيسور بدي الـ Average تبعهم كلهم هذول تبعهم كلهم يكون 40% وغيره بالدرجة تحت ما هو الـ Dynamic Scaling أو اللعنة سكيجولد 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 طيب آخر واحد اللي هو نستخدم نستخدم زي ما قلنا بناء على عندي مخزنة موجودة بعمل أنا و بناء عليها أنا أزود عدد السيرفر أو بنقص عدد السيرفر يعني 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 مسبقا مسبقا أنا بكون عارف أنه حسب تحليلي بكون عارف أنه الشهر الجاي لازم أزود عدد السيرفر أو مثلا عدد الإنستانسيز للعدد معين حسب الموديلز أنا استخدمتها مرومات اللي عندي كميزة كميزة إذا كان عنا اللودي اللي عنا ممكن نتوقع أو نقدر نتنبأ بإيش ممكن يكون اللودي أو البيهيور تبع البيهيور على السيرفر تبعوني كميزة هكذا نكون خلصنا اللي هو أول تكنيك كلمنا عن أول أو الثاني الأول آه نحن قلنا الريسورس مانجمينت كلمنا عن اللودي بالانسين and أوتو سكيلينج كالريسورس مانجمين in virtual environment راح نتكلم عن الفول tolerance and high availability نتكلم عنها في فيديو ثاني ولا نمكن نتكلم عنها مثل المثل تصليدات بعدين اللي هو الريسورس allocation and scheduling نخليها في فيديو ونفصل طيب الفول tolerance and high availability هذه أحد التكنيك المستخدمة في إدارة في إدارة الريسورس نحن نقول fall tolerance معناها تجنب الأخطاء high availability الإتاحية العالية طيب إيش fall tolerance the ability of a system to continue functioning correctly in the event of hardware or software failures يعني قدرة السيستم على إنه يشتغل بشكل كويس صحيح حتى في حالة hardware or software failures يعني قدرة النظام إنه يشتغل حتى في وقت failures هذا برضو مرتبط بال high availability لأن إحنا مثلا إذا كان في عندنا server وصار في failure مثلا صار في خطأ معين تمام إذا ما كانش عنا في server تاني بديل عنه معناته إنه إحنا هذا السيستم ممكن يشتغل incorrectly ممكن يشتغل بس بطريقة خاطئة فبالتالي load balancer لما بدي يحول الترافك يحول الترافك على واحد يشتغل كويس يشتغل شكل صحيح وبالتالي السيستم موجود لسه نعمل احنا fault tolerance avoid single point of failure لأنه احنا عنا في هاي تمام طيب التكنيك المستخدمة أو المستخدمة في عنا VM replication احنا الأهم الشيء زي ما شفنا في المثال هذا لأنه في عنا سيرفر تاني شغال قدرنا انه نتجنب الخطأ ونتجنب المشكلة هذه ويضل السيستم شغال والكستمر بالنسبة له انه كان فيش مشكلة وعادة والأمور تمام وحلوة التكنيك عشان احنا نحافظ على هذا المبدأ أو هذا المفهوم أول حاجة لازم نكون في عنا حاجة اسمها replication replication معناته انه ننسخ نعمل نسخ من هذه virtual machine هذه أو سيرفر هذا يكون في عنا نسخ نحن عن نسخة سناب شوت يكون في عنا نسخة من هذا السيستم أو هذا virtual machine هذا السيرفر ونفعلنا منه نسخة على اساس انه اذا صار في مشكلة ممكن احنا ننشئ سيرفر ثاني أو نفس النسخة هذه بنفس موصفات هذه نفس configuration كل شيء نفسه ف يعني اول حاجة replication ننسخ creating identical copies of virtual machine to take over if the primary instance fails نعمل نسخة ممكن احنا كيف نعمل انه في عندنا سيرفر primary server هذا primary server هو استقبل الطلبات استقبل الطلبات بشكل اساسي طيب في عندنا احنا backup server أو standby server standby server هذا احتياط عاملين من server هذا نسخة وحطينها على standby server هذا اول ما سير في مشكلة هان على طول ال traffic رح يتحول بدل ما يكون من primary server stand by server هذا يصبح primary server وهو يصبح استقبل الطلبات طبعا عملا نحل مشكلة primary server هذا مشكلة فعشان نحن 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 لازم نعمل virtual machine replication copy replication يعني copying copy replica هي نسخة طبق الاصل بالعربي نسخة طبق الاصل نسخ هذا الجهاز أو virtual machine نسخه ويكون لدينا منه نسخة بحيث انه اذا صار فيه fail او صار فيه عنده مشكلة نشغل هو backup server أو standby server طيب هاي اول شيء الشغلة الثانية checking checkpointing periodically بشكل دوري saving the state of virtual machine so that it can resume from the last checkpoint after failure طبعا برضو بنفس الاشياء احنا احنا قلنا اذا صار له failure او down مش معنا انه نرمي لا نصالح ونشغله تاني شغله من جديد فاحنا المفروض نعمل checkpointing نصير كل فترة نعمل save state of virtual machine نقطة معينة عشان لما نعمل resume بعد ما يصير failure يبدأ من النقطة هذه اللي احنا عملنا point او saving الالهام اخر شغلة اللي هو live migration moves running virtual machines between hosts with minimal downtime ensuring continuing during hardware maintenance or failure live migration انه احنا مثلا اذا بدنا ننتقل من من جهاز لجهاز ننتقل من server لسerver نعمل migration وطبعا copying مختلفة عن migration migration معناته انه احنا بدنا ننتقل ننقل السيستم كله من هان ننقله ناخده يعني لما ننقله معناته انه مش هيكون في system هان في server هذا نعمله migrate ننقله ونحط على server جديد ثاني فهذا بعد ما نخلص احنا عملية migration هذه تهجير migration ننقله هذا مش حيكون مستخدم anymore خلص نستخدم سنستخدم هذا server الجديد فهذه moves running virtual machine between hosts with minimal downtime ensuring continuity during hardware maintenance or failures يعني انه احنا مثلا ممكن يكون عنا يكون عنا مثلا نحن نقول virtual machine ممكن ننقل virtual machine عنا مثلا نحن server hardware هذا server في عليه اكتر من virtual machine وهذا virtual machine يكون شغال معنا مثلا احنا اذا في صار failure مثلا او في صار مشكلة في hardware هذه الهاردوير اللي هي عاملة hosting لهذه virtual machine بننقل virtual machine هذه على hardware ثانية وهي شغالة بحيث ensuring continuity during hardware maintenance or failure اذا نعمل صيان الهاردوير هذا الهاردوير هذا نحاول انه ننقل virtual machine هذه تمام عشان لما نعمل صيانة انه يعني لما نعمل صيانة احنا ممكن يكون في خطأ يصير في خطأ ونعمل صيانة الهاردوير هذه هيأثر على virtual machine فانحنا لما ننقل هم على مكان ثاني مكان آخر احنا معناته نقلل الفيلير نقلل الخطأ اللي رح سيصير في هذا السيستم تمام طيب الشغلة الثانية المرتبطة بالفول توليرانس تجنب الأخطاء عاجة اسمها افيلابلتي افيلابلتي او الاتباحية او نسميها الهي افيلابلتي الهي افيلابلتي افضل طريقة عشان نعمل هاي نعمل هاي افيلابلتي نستخدم الهي او نعمل الهي افيلابلتي يعني بدأ ما يكون لدينا سيرفر واحد يكون لدينا ثلاثة سيرفر اربعة سيرفر حسب الحاجة في هذه الحالة نعمل افيلابلتي سيرفر ما نعمل افيلابلتي يعني أن عندك جهاز واحد شغال عندك في موجود انك سيرفر واحد شغل معاناته هذا السنجل بوينت او فلير يعني اذا هاد النقطة او هذا الجزء سيرفر تعطل معاناته ان السيستم كله تعطل الكستمر بطل ان يقدر يعمل اكسز على الوف سايت العادة على تığını تقبل再见 بطل هاته احده للفعل عنا في الجدول هذا الجدول هذا سوف يقولك انه مثلا مجموعة بالوقت او اما اقولك او او ان او ازاده الويه يعني كاني Akadish نق lever My Anne le Champlain يجعل أننا ويجعل كما هذا السيستم كان خلال مثلا السنة اللي فاتت أو خلال أيام اللي فاته وخلال الساعات اللي فاته عندك هنا الجدول مثلا في هذه مثلا ما أقول لك إذا كان لما قلنا 90% من هذا السيستم معناته إنه 36 يوم ونص هذا كان في السنة يعني لما أقول لك مثلا إحنا قلنا سيستم وطلع عنا 90% الافيليبليتي قياسها 90% الافيليبليتي طلعت عنا 90% إيش معناته 90%؟ معناته إنه هذا في السنة السيستم هذا في السنة صار عنده أو كان في السنة 36 يوم ونص يعني في اليوم كان معطل ساعتين وربع ساعت 2.4 طبعا هذا معناته قياس مش كويس يعني مش صح أنه يكون 90% هذا أصلا هذا لا أفيليبليتي أو أفيليبليتي تعبانة مش مقياس طيب 99% معناته إنه في السنة عندنا 3 أيام كان كان الشغال معناته إنه في اليوم 14 منت 99.9 99.9 معناته إنه في السنة كلها 8 ساعات كان أف معناته إنه في اليوم 86 ثانية كان أف 99.99 معناته إنه 52 منت في السنة معناته إنه 6 ثواني في اليوم كان أف أفضل 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 اللي هي بسموها حتى بسموها 5 ناينز بسموها 5 5 ناينز 99.999 معناته إنه 5.25 خمسة دقائق بس كان معطل في السنة كلها معناته إنه 0.86 seconds كان معطل هذا الجهاز أو هذا السيستم per day بقول لك ability ability for the server بقول لك إيش هاي ability 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 for the service to remain available by ensuring there is no single point of failure وإنشور a certain level of performance يحافظ على أداء معين وإنه ما يكونش في عنا single point of failure a high available system enables resiliency in a reactive architecture إلا ما يكون عندنا السيستم high availability معناته إحنا في عنا بأثر على حاج اسمها resiliency إيش الresiliency resiliency معناته recover from failure or rollover to secondary to secondary and acceptable amount of degraded performance time نحن إيش يعني يعني مثلا إذا عنا يعني مثلا الحين عنا جهاز server وفي عنا كمان server يعني هذا السير مثلا شغال سنن نشوف recover from failure or rollover to secondary source in acceptable amount of degraded performance time طيب الآن هذا السيرفر البرامري وهذا ال stand by أو secondary هذا هو البرامري هذا هو الشغال اللي بعمل بيستجيب للطلبات وبعد الطلبات وهكذا بيستجيب للريكوست الآن عفياً نحن جزمها resiliency ما resiliency resiliency معناته أنه الوقت خلال قديش هذا البرامري سيرفر خلال قديش بنتقل إذا صار عنده fail أو صار عنده error خلال كم ثانية خلال كم الوقت المستغرق عشان يصير يحول الطلبات هذه من هان لهان أو تصير هذا السيستم أو secondary server take over يصير بديل عنه ويصير يعمل يعمل request للطلبات الجاية خلال قديش يمكن يعمل take over أنه ياخد يصير بديل عن هذا طبعا فيه system ياخد وقت عبر ما يستوعب أنه صار فيه fail بعدين يحول الـ request على secondary يكون ما ياخذ وقت مثلا five minutes معناته هذا وقت كتير يعتبر في حين لو في system ثاني أنه مثلا in one minute أنا بقدر أني أحول الـ request على secondary server أو stand-by server بالتالي أنه resiliency تبع هذا system resiliency تبع هذا system عالي لأنه نحن في وقت قصير لما يكون في failure في primary server قدرنا نحول الـ request أو نحول الـ traffic من primary server إلى secondary server أو stand-by server فالresiliance يكون عالي فبقول لك هنا الـ high available system enables resiliency in a reactive architecture recovery from هذه الجملة بتفسير الـ resiliency recovery from failure or rollover to secondary resource in unacceptable amount of degraded performance time في وقت مقبول لما الـ system الـ performance يتغير server تمام الآن الـ fall tolerance and high availability techniques ماذا policies أو techniques اللي هو high availability ability أول حاجة في بعض الـ policies بيقولك active active clustering يعني مثلا احنو عنا اكتر من server احنو عنا اكتر من server شغلين هما الاثنين active multiple nodes handle traffic simultaneously providing redundancy and load sharing هما الاثنين server هذا الواحد والserver الثاني هما الاثنين active وشغلين في نوع تاني بيسموه active passive يعني زي ما حكينا هان فيعن هنا primary server هو active الهو اللي شغال وهذا passive هذا passive فهذا شغال حاليا اول ما سير في عطل هذا هذا سيشتغل سيصير هذا active فنسميه active passive mode هذه الحالة هذه active active mode a primary node handles traffic while standby node takes over in case of failure minimizing disruption هذا policy التاني او النوع التاني اذا بنطبق او implement availability geografical redundancy distributes services across multiple data centers to provide resilience against localized failures بكون بكون السystem موزع جورافيا اصلا على مناطق معينة فبالتالي بيكون موجود في اكتر من مكان فلما يكون موجود في اكتر من مكان معناته ان احنا اذا كان مشكلة في المنطقة الجغرافية هذه مشكلة بكون بنحول على المنطقة الجغرافية الثانية load balancers بصير يعمل health check health check بسموها انه load balancers بصير يعمل يشيق مسلا كل كل دقيقة مسلا او كل دقيقتين يشيق انه هذا اكتر طريقة معينة فيه زي بروتوكول بيتبع بروتوكول معين ممكن مسلا يبعت hello message لا هذا السيرفر اذا حصل على رسفونس معناته انه شغال انه هو لسه اكتر اذا ما حصل على رسفونس معناته انه مش اكتف وبالتالي في next traffic load مش هيودي لهذا السيرفر هيودي للسيرفر الثاني لانه عمل health check ولقاء مش شغال تمام اه هاي مثال عن example of highly available architecture احنا مقول highly available architecture معناته انه في عندنا redundancy هذا مصطلح ثاني redundancy معناته في تكرار يعني مثلا بدل السيرفر الواحد في عنا اثنين سيرفر بدل الراوتر الواحد في عنا اثنين راوتر بدل load balancer الواحد في عنا اثنين فهذا بيقول لك مثال of highly available architecture مثال مثلا احنا عنا هذا عبارة عن system هذا السيستم موزع على two availability zone ان available zone b نقول availability zone عبارة عن مكان منطقة جغرافية معينة موجودة في region واحد ولكن واحدة في هذه المنطقة الجغرافية ووحدة في منطقة جغرافية تانية ولكن هم كلهم بتبعوا نفس الريجن نفس المكان ولكن موجودين مثلا كأنه واحدة في هذه availability zone مثلا موجودة رفح وهذه availability zone موجودة في خان يونس وهذه المنطقة الجغرافية عبارة عن منطقة الجنوب مثلا south region نسميها و availability zone هذه خاصة برفح و availability zone هذه خاصة بخان يونس هذا هذا السيستم كأنه بقول لك أنه أنا عندي هذه سيرفرز واحد من ثلاثة سيرفرز موجودين على public subnet موجودين على شبكة في availability zone A اللي مثلا نسميها رفح و في عنا نفس هذه موجود في عنا كمان ثلاثة سيرفرز موجودين نفس هذا سيرفرز موجودين في منطقة جغرافية أو availability zone اللي هي اسمها اللي خان يونس دين يعني هاي إحنا كأنه بقول لك وزعنا إحنا السيرفرز جزء موجود منه في availability zone A رفح وجزء ثاني منه موجود في خان يونس معنا هنا زودنا عدد السيرفرز فبالتالي صار high availability أعلى تمام هذا عبارة عن system يعني كيف بقول لك إنه في عنا system هذا السيرفر موجود فيه public subnet في عنا private subnet موجود فيه برضو servers في العادة إحنا في systems بكون عنا زي تقسيم مثلا موقع هذا السيرفر هذا هذا بواجه users أي processing تانية أي processing تانية تكون موجودة في سيرفر تانية في layer تانية طبقة تانية level تانية أي processing تكون موجود هذا مثلا front end وهذا back end أي عملية processing تحليل analytics شغلات عملية processing للمج processing أو image تكون موجودة تعمل في back end لأن الback end يكون سيرفر موجودة في private network موجودة شبكات خاصة مش معمولها public لل users عشان نحافظ على security تبعة السيرفر بالتالي يكون حطينا إحنا على سيرفر ثانية حتى private subnet حتى السيرفر الثانية الموجودة في back end معمولها أكثر من سيرفر يعمل في processing ليس server واحد حتى private subnet يوجد أكثر من جهاز حتى موجودة أكثر من جهاز هنا طبعا لدينا الـ traffic الذي يأتي من برا من برا يمر على internet gateway يمر على gateway يروح على load balancer هذه عبارة عن load balancer يوزع هذا load balancer يوزع الـ traffic يام على منطقة رفح يام على منطقة خانيونس حسب policy المتبعة للload balancer هذا فالفكرة أنه لدينا high availability معنات وفي عنا redundancy في عنا replicating للسيرفيس مش بس في منطقة واحدة في أكثر من منطقة مش بها في المنطقة الواحدة كمان مش عنا بس سيرفر وواحد عنا أكثر من سيرفر والback end كمان برضو الback end مش سيرفر عنا أكثر من سيرفر وبرضو الprivate subnet أو الback end اللي موجود في خانيونس برضو في عنا أكثر من سيرفر فهذا مثال على أنه في عنا هذا يسموه high availability أو high availability architecture high availability architecture طبعا ستكون high availability architecture ستكون طبعا مكلفة من ناحية إدارة مكلفة من ناحية من ناحية فلوس خانيونس فأعطينا كمثال أنه أنه نبين ما معناة high availability architecture مثال high availability architecture تمام هكذا نكون خلصنا الجزء هذا من الفيديو محاضرة سنتكلم مرة الجاية عن التكنيك الأخرى اللي هي resource allocation and scheduling أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم ونحمن التوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر